مرحبا بكل متابعي قناة اندروي الثمانية عشر شوف يعني قبل ما اخوض في تفاصيل الفيديو اود ان نوجه تحية خاصة الى عبدو سنايبر اكس لماذا لانه هو اهداني بطاقة جوجل بلاي بقيمة عشر دولار ايضا حتى اضيفها الى رصيد الجيفوي اوكي فيعني راح اضيفها الى الرصيد الموجود عندي حاليا حتى نسوي جيفوي لكن راح اشحن لاربعة اشخاص يعني راح يفوزون اربعة اشخاص السحف راح يكون من هذا المقطع اللي انا اتكلم فيه حاليا اه ديف الى ذلك انه الشرط راح تكون بسيطة جدا فقط تشارك المقطع تعطينا لايك وراح اطيكم يعني شلي راح تكتبو بالتعليقات وبس اوكي يعني هال الشرط بسيطة جدا ديف الى ذلك انه في هذا المقطع قبل ذلك اود ان وجه تحية لكل الناس اللي تحاول تدعمني بطريقة مباشرة او غير مباشرة سوان كانت الطريقة مادية او معنوية يعني بالاول وبالاخر انا اشكر حتى الناس اللي تسوي لايك المقاطعي وتشارك مقاطعي حتى يعني هذا يعتبر اكبر دعم ايضا يعني من غير دعم مادي اوكي فانتم تعلمون انا ما مسوي اي رابط يخص الدعم المادي لكن والله اشكر جزيلة شكرا ابدو لماذا لانه هو سوى هذا الحركة يعني زي ما نقول احنا بطيبة خاطر اوكي فوالله الف شكر لك حبيبي وبإذن الله احنا ايضا نحاول نسعد كل الناس ياخي لكن في حدود المستطع المهم الحين راح نمر مباشرة للشرح اللي خص حلقة اليوم واكيد انه راح تكون الشخصية المحتملة زي ما ذكرت لكم ركزولي على كلمة المحتملة في الموسم القادم بحول الله فاذا تذكرون يا شباب في الموسم السابق يعني كان مفروض انه القصة تستكمل من فارس المعبد او من موت شخصية او يعني يعتبر لكن هو املا ما اتوقع انه شخصية قوس يعني انتهت او خلاص يعني تم القادة عليها في الموسم السابق لا على العكس ممكن في راح تظهر بعدين زي ما ذكرت لكم وشارحت لكم في اخر الموسم السابق الشي اللي انا شايف انه اذا تذكرون حتى في احد الموسم السابقة كان معنا ايضا عودة بالزمن الى الخلف وحتى نزلت معنا شخصيات ريزنوف بالاضافة الى ريك توفن وانتم تذكرون تلك الشخصيات اللي نزلت معنا وكان عودة بنا الى الزمن عودة بالزمن عودنا بالزمن الى الخلف حتى نزل معنا ذاك البطلباس لانه ما كان مستكمل للبطلباس اللي قبله او للقصة اللي قبله اوكي فهذا ايضا نفس الشي ونفس الحركة سوتها الشركة في هذا الموسم فتفاجأنا شخصيا انا اتفاجأت بالشخصية اللي توفرت معنا مباشرة يعني سبيكتر ودافيد مايسن بالاضافة الى الشخصية اللي للامنة تعتبر بخيال علمي فعني ما كان لها اي شكل او اي ظهور او اي تلميح في القصة السابقة فظهرت معنا مباشرة الى الحين اذا تلاحظوا ما فيه شخصية تتكلم يعني في القصة رغم انه ضل معنا تقريبا شهر لكن ما فيه اي شخصية تكلمت فقط ظهرت معنا شخصية ايثر في في الكوميك اللي نزل اليوم امس ظهرت شخصية ايثر اللي نزلت معنا ايضا في عجلة حد فانا اعتبرها الحين لماذا يعني انتظرت شوي لانه اعتبر شخصية ايثر هي حلقة الوصل بين الموسم السابق والموسم القادم بحول الله يعني فهذا الموسم يعتبر حلقة وصل اوكي يعني مش استكمالي الاستكمالي رح يكون في الموسم القادم بحول الله رح تكون معنا شخصيات غير هاد الشخصيات فانا مش عارف مهمة ايثر كيف رح تكون لكن رح ننتظر شوي ممكن تتظر معنا اه شخصية اخرى يعني رح تفيدها ايثر بالمعلومات اللي اه احنا منتظرينها اوكي فهذا اللي انا اتوقع ودف الى ذلك انه في النسخة التجريبية اكلمتكم انه وبساطية دي تأكيد انه رح يتوفر وحملنا فعليا في النسخة التجريبية فايزا ايضا هو له علاقة بأه نسخة قولدوير هذا اللي لازنت معنا في السنة الماضية فايزا الاحتمال الموجود هو انه ممكن جدا انه شخصيات اللي هي متوفرة في نسخة قولدوير واقصد هنا مثل الشخصيات اليك encompasses بالاضافة بالإضافة إلى شخصية ادلر سامانتا شخصية بارك شخصية كثير يا شباب احتمال كبير جدا أنه بعض الشخصيات منها هي اللي راح تتوفر معنا في البطل باس القادم بحول الله لماذا؟ لأنه الحين شخصية ادلر هي المتحكمة بزمام الأمور فإذا تذكرون في الموسم في الموسم ما قبل الماضي كان معنا شخصية ادلر هو شخصية مرشدة كانت موجودة في القصة لكن لم يكن شخصية عملية في الموسم السابق صار معنا شخصية عملية وجاب معه شخصية بارك اللي هي أيضا من التيم اللي يخصه وكان أيضا شخصية قوس معه وشخصية غولم فأنا اللي شايفه من وجهة نظري أنه شخصية ادلر هي اللي راح تستكمل القصة ممكن يظهر معنا في الموسم القادم بلوك جديد أو بسكين جديد أو ممكن أنه يكلف شخصيات أخرى يعني اللي تكون أقرب ممكن شخصية فرانك ووت وبالإضافة إلى شخصية أليكس ميسن أليكس ميسن أكيد ما أقصد به ديفيد ميسن لأنه ديفيد ميسن أتوفر معنا وموجود معنا في الموسم الحالي أكيد وهو ابن أليكس ميسن أيضا ديفيد ميسن اللي موجود معنا في هذا الموسم لكن أتوقع أنه شخصيات اللي راح تكون بإذن الله في الموسم القادم أغلبها أغلبها وبإذن الله يعني يكون توقعي صحيح يا شابب وأتمنى ترجعون لهذا الفيديو حينها أتوقع أن الشخصية ستكون من نسخة الكولدوير بنسبة كبيرة شخصية البطل باس ستكون من هذا النسخة لماذا؟ لأنه واجب وضروري أن القصة تستكمل فإحنا الحين سنرى ما حدث خلف الكواليس لهذا ظهرت معنا شخصية اتر وإحنا الحين لا شاهدنا أي شخصية تتكلم الشخصية الوحيدة التي تكلمت وظهرت هي شخصية اتر أما الشخصية الشخصية التي كانت معنا سابقا ولا أحد أتكلم منها لا شخصية كابتين فرايس ولا شخصية ايدلر رغم أنهم موجودين شخصية غوست مش عارفين كيف رح تكون القصة ونهايته رغم أني متوقع بنسبة كبيرة أن شخصية غوست رح ترجع معنا ورح ترجع بيروح شريرة زي ما خبرتكم سابقا ورح تكون بيدك السكين اللي تكلمت عنه سابقا أيضا فهذا اللي أنا شايفه بنسبة كبيرة يا شابب وبإذن الله أطلع صادق زي ما كان معنا في سابق الموسم ممكن هذا الموسم يعني سوونا خدع بسيطة ألا وهي كانت يعني هذا الموسم استثنائي مش فاهمنا كيف يعني صار بخيال علمي ورح نرجع إلى الوراء ونشوف الشي اللي صار خلف الكوالي زي ما خبرتكم هذا اللي أنا شايفه أما الشخصيات المحتملة بلسبة كبيرة جدا يا شابب أنه الشخصيات اللي ذكرتها أنا رح تكون من شخصيات هذا اللي أنا شايفه والله أعلم أحنا ننتظر شوي بإني لماذا لأنه الحين مش فاهم حتى الشخصيات يعني ما موجودة معنا لب ملفات اللعبة ولا أي شيء هذا يعني استنتاجي وانا الشي اللي أنا ملاحظه الحين أتوقع عني ذكرت التفاصيل التي تخص الشخصيات يعني وننتظر شوي ونسترد الباقي بحول الله الحين رح نتكلم فيما يخص الغيفوائي الغيفوائي يا شابب الطريقة بسيطة جدا رح يفوزون أربعة أشخاص وأتمنى من صميم القلب أنه الناس لتفوز اللي ما شحن ولا مرة أو اللي ما عندها إمكانيات أنها تشحن الباقي نتمنى يعني هذول هم اللي يفوزون للأمانة أما غير ذلك فأكيد لكل شخص وحده فاللي يفوز وكان شحن الباقي فأكيد أني رح أشحل قيمة الباقي الموجود عنده إذا كان مشحن الباقي فألف ألف مبروك ونتمنى يعني أتمنى يعني مش عارف كيف أوصف شعوري لما أشحن الشخص مشحن للأمانة أوكي فبإذن الله الشروط هي أنك تعطينا لك تشارك المقطع وتكتب اسمك أو الـ ID اللي يخصك باللعبة أوكي يعني حتى لما أتواصل مع الأشخاص اللي يفوزون يعني لما يعطيني الـ ID وصير فيه تواصل أو لما يعطيني الـ ID يا شباب وأشحل فأكيد أني أعرف أنه الشخص المقصود هو الشخص الفعلي اللي يفازني أنه كان فيه محاولة النصب واحتيال سابقا من بعض المتابعين يعني هداهم الله للأمانة يا أخي لا تأخذ حق هو مش حقك أوكي وبصراحة مش ممكن أنك تخدأني صدقني عندي طرق كثيرة كيف أعرف أنك الفائز الحقيقي يعني أنا مش غبي أو سادجي إلى هذا الدرجة اللي أنت متوقعها أوكي يعني حتى بدون ID صدقني أنه الناس اللي فازون صدقهم اللي شحنت لهم البطباس ديف إلى ذلك بالنسبة للناس اللي تسأل يا أخي الشحن يعني كيف ممكن يتبند حسابي إذا أشحن من غير مكان يعني من غير جهازي فلا المقصود هو أنك تشحن بالطرق غير شرعية فهذا اللي رح يعرض حسابك للباند أوكي فهذا اللي رح يخلي حسابك ينحضر من الشركة ليش لأنك مثلا أخذت CP اللي أنت تريده وما دفعت قيمة CP الفعلية أو الرسمية يعني الشركة ما أخذت دولاراتها وأنت أخذت CP فهذا اللي رح يبند حسابك أما غير ذلك فتشحن عادي أنا شخصي وأتعامل حتى مع متجر كلاود اللي موجود في وصف الفيديو دوما فأنا أتعامل معه شخصيا وأشحن عادي وما عندي أي مشكلة أوكي هنا أيضا المقصود بالنسبة للناس اللي مش فهم الفكرة حتى إذا أنت تشحن من متجر غير المهم أنه يدفع قيمة CP اللي يشحن لك وبس فإذا تتعامل واجب وضروري أنك تتعامل مع متجر أو مع ناس اللي يشحنوا لك CP موثوقين وبس هذا كل ما في الأمر أو أنك تشحن عن طريقة البطاقات أوكي أو عن سواء البطاقات المصرفية أو البطاقات جوجل بلاي أو بطاقات أي تونز على سبيل المثال في ناس ممكن ما عندها حساب أمريكي ومش ممكن أنها تشحن فهذا يعني مستحيل أنه يشحن إذا ما يسوي حساب أمريكي ويشتري بطاقة وغيره فالطريقة الأبسط هي أنك تتصب المتجر يشحن لك القيمة اللي أنت تريدها لماذا؟ لأنه حسابه أصلا على أمريكي فهو يشحن لك السي بي اللي أنت تريده هو يأخذ حقه وأنت تأخذ حقك والشركة تأخذ حقها هذا كل ما في الأمر يعني ما فيه تبنيد ولا أي شيء أوكي إذا تدخل من حساب ثاني اللي أقصد هون حساب ثاني في نفس الوقت فهذا اللي ممكن يعرض حسابك للحضر أو للباند لماذا؟ ممكن يعتبر في تحايل هذا الحساب كيف يشتغل من جهازين بنفس الوقت أما لما يشتغل بغير نفس الوقت مثلا لما تريد تشحل ما تدخل في الوقت اللي أنت صاحب الملجر يريد يشحل لك انتظر خمس دقائق ولا مش عارف وبعدين يدخل حسابك عادي المهم شابه أتمنى أني قد وفقت في هذا الشرح والطرح للشروط ذكرتها في هذا الفيديو ليري تركيبات سلاح الكئن أتوقع أنكم راح تسألوني يا شباب كل مرة أحاول أعطيكم التركيبات مباشرة التركيبات موجودة أمامكم للسلاح اللي استخدمت في هذا الجيم الحين ما بقى لإلا أستودعكم الله الذي لا تردع ودائعه نلتقي في الفيديو القادم في الشرح القادم السحب سيكون بعد خمسة أيام فيالله شاب لايكاتكم لا تبخلوا لمشاركة المقطع نلتقي في الفيديو القادم وحض سعيد للجميع سلام اشتركوا في القناة